أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل ونحن نتواصل حول محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يتناول مواقع التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا اللي تشغل كل بلداننا العربية حقيقاً ضمننا الضيف الإعلامي حيدر ناشي ضيف عزيز في برنامج بيت للكل نتحدث بإدق التفاصيل وما نحتاج اليوم في قضية صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي أستاذ حيدر من نورنا وحياك الله حبيبي الله يخليك وسلمك سيد الحمد الله يخليك تحية لك تحية طيب لكل جمهورك ومشاهديك في البلدان العربية أجمع خصوصاً شعبنا العراقي وشعبنا في الأردن ومصر وفلسطين حياك الله وحيا الله العراقية وحيا الله البيت للكل نورتنا حقيقي حقيقة اليوم محور جداً مهم انت لك ملاحظات ومواخذات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عامة مواقع التواصل الاجتماعي اللي غزتنا حقيقة بعد 2003 وهذه السنوات 2004 وخمسة وستة صارت هذه قوة لمواقع التواصل الاجتماعي وبدأ باستهداث مواقع كثيرة شان النظرة العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي برأيك الخاص شكراً جزيلاً مرة ثانية سيد الحمد بالبدأ خلينا نبدأ للمراحل العمرية خلينا نبدأ للكبار السن صارت للأسف يعني الكثير منهم أصبحتهم هوس النشر وعلاقاتهم حكمت مع الآخرين مع أصدقائهم أبر السوشال ميديا يعني ليش ما علقت لي ليش ما أبدأت رأيي يعني اللي بارحة أبدأت رأيي طرحة رأيي أنت ليش ما أخذت كأنما صار هو حياته محور حياته وعلاقاته وطبيعة علاقاته هي طروحاته على السوشال ميديا وأراءه وكأنما أراءه ملزمة للآخرين ويجب الأخذ بها هذا إذا كان كبار السن يعني بمستوى أبائنا ومستوى أخواننا الكبار بهذا المستوى هذا التفكير وعلاقاتهم تحكمها السوشال ميديا ومنشوراتهم وآراءهم ويبدونها وكأنما يريدون من الآخرين يعلقون ويبدون رأيهم ويوافقونهم كأنما آراءهم ملزمة كيف الشباب ينظرون لهم إذا كان الكبار بسن هذا تصرفهم وهي سلوكياتهم للأسف فتمثلوا بهم وكذلك طلعوا عن هذا الخط بأكثر بطروحات غريبة على مجتمعاتنا العربية وتقاليدنا بطروحات تحت مسمى القشة قبل الطروحات نعم ذكرت هذا المدخل الذي قلت كبار السن ونشره ولماذا ما علقت لي ولماذا ما كتبت ولماذا ما سلمت عليه ولماذا ما رديت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فقدتنا العلاقات الاجتماعية الحميمية حتى في العياد والمناسبات قمنا حتى العائلة الوحدة يمكن إذا أخ بالغرفة اللي فوق هو يدزمسج إذا احتات شغلة من الطابق الأرضي صحيح فقدنا علاقاتنا الاجتماعية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والدليل إنه الوطقيس يعني إشقد العدد الساعات اللي يقضيها المواطن العربي خلينا نقول المواطن العربي بالسوشال ميديا حتى بأوقات عمله اللي المطلوب إنه يخدم الناس سواء كان في وظيفة مدنية أو وظيفة بالدولة يترك وظيفة اللي بالدولة ويترك معاملات الناس ويترك كذا هو ظل يتصفح وينشر وكذا ويبدأ آراء بالسوشال ميديا فحتى هنا أصبح التقسير بالدوام أصبح التقسير في البيت أصبح التقسير بالأسرة تجاه أطفاله بالتربية بغيرها فحصل الانهيار الانهيار الاجتماعي حقيقة حصل نوع ما أقول الانهيار كام نوع من الانهيار في بعض الأسر وكثير من الأسر أنه أصبحت فاقدة عن السيطرة الأب فاقد السيطرة على أبناء فاقد السيطرة على بناته بسبب أنه هو في بادي الأمر انشغل عن أنه يراقب أبناء أو بناته ويراقب تصرفاتهم فأصبحت هؤلاء الشباب هذا الجيل هذا الجيل بكثير من المعطيات بكثير من التطورات بكثير من الأشياء الدخيلة ما هي المحددات التي تجعل الطفل أو الشاب أو المراهق يتابع مواقع التواصل الاجتماعي أو يتابع محتوى معين هل من الممكن إصدار محتويات تناسب الأعمار وهل ممكن السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان طفل بيدا آيباد هو يتصفح سوف أستطيع أن أسيطر عليه وأجعله لا يتصفح مواقع مريدة يرى ممكن يسمم أفكاره نحن بالبداية لازم نبدأ كيف نجعل هذا الولد أو الطفل أو الصبي يبتعد عن المواقع المسيئة يجب أن يبدأ أولا بالأسرة بالأسرة الأب والأم مراقبتهم متابعتهم وإفهام الطفل وإفهام الصبي إفهام سوء استخدام هذه المواقع وكيفية تأثيرها على شخصيته إفهامه محاولة النزول إلى عقله ليس التعامل بطريقة فوقية هذا هو واحد الثاني شيء المدرسة لها دور مهم جدا المعلم والمدرس لها دور مهم جدا في توعية الطلبة لابتعاد عن المواقع المسيئة هنا لازم طرق طرائق التدريس تتغير تتغير وتكون المدرس والمعلم يكون قريب جدا من الطالب يحتوي ويفهمه لأننا ما عاد أن المدرس أو المعلم يأتي بالسطوة الأبوية والسلطة سلطة المعلم والضرب والصراخ والصياح ما عادت حاليا هناك قضية أهم بين الزمن الأخير ووقت كورونا خلّه التعليم الإلكتروني أصبح كإنما مضوب وكإنما رسمي لكن تعليم الإلكتروني لفترة معينة أما العودة إليها كأننا لا نوضي نواكب التطور لا نحن هناك أشياء يجب أن نرجع حضوريا بالحضور أكمل لك هذه النقطة المدرسة بالإضافة إلى ذلك أنه صانع المحتوى نفس المجتمع المجتمع نفس المؤفوض على المجتمع أن يحارب يحارب الطروحات يحارب صاحب الطروحات السيئة والمسيئة أذكر قبل أيام أنه أحد المسيئات في مواقع التواصل الاجتماعي تأتي المقهى الثقافي و يستقبلها حقيقة وهي سيئة مع جل الإحترام للمستمع أحد الإعلاميين المعروفين قرتها من المكان هذا قرتها من المكان و قالها أنت لا تمثلين أنت صورة سيئة أنا مهنت الإعلام أخاف على سمعتها أخاف عليها فبعتها عن المكان الذي كان ملتقا للمتقفين أنا أسأل بهذا الجانب البعض يقول لك ممكن هذه صفحتي الخاصة اليوم نعم و ممكن أعبر على رأيي ما يعجبك لا تدخل صفحتي لا تصفحة طبعا أنا لا أصفح لكن أنت صفحتك العامة إذا نشرت منشور مسيئة فهي من اسمها الصفحة العامة الصفحة العامة الصفحة العامة إذن أنت نشرتها إلى العامة ليس للخصوصية ليس للخصوصية أنت تصرفاتك السلوكياتك الشخصية بينك و بين نفسك و بين صديق مقرب إليك مرتضة تصرفاتك هذا الشأنك الخاص على أنه لا يؤذي الذوق العام لكن أنه تدخل الصفحة العامة و تنشر محتوىك السيئة و تحاول أن تقول هذه خصوصة وجهة نظري لا ما رأيك اليوم بهوس بالعراق نقول مصطلح الطشة بلدان العربية ممكن نقول الترند الترند السيئة ما نحكي الإجابة نحكي اليوم نحكي صارت الضوء على الجوانب السلبية سلبية هناك جانب إيجابي و مضيء لكن ما نشاهده اليوم السيئة دائما يعم بمواقع التواصل الاجتماعي صح الطشة الساد أحمد للأسف للأسف الشديد يعني صار الناس أتهوس إنه كيف أشتهر الشهرة صار مشهور مشهور على حساب أي شيء يا أخي أنت صير مشهور أوكي بس أطرح محتوى جيد يعني كثير من المشاهير حالي المشاهير الكون كلهم هم يطرحون محتوى جيد الممثلين يطرحون محتوى جيد المخرجين يطرحون محتوى جيد الممثلين يطرحون محتوى جيد الإعلاميين كذلك كل المشاهير الكون هم أصحاب محتوى جيد هو شهرة أو شهيرة شهيرة الظاهرة شهيرة فضيحة فأنت تريد تشتهر أطرح بالمحتوى جيد اشتهر بالمحتوى الجيد وتطرح و أعلم الناس فترة أصبر ليس بالبداية يعني لا تتسرع طلب الشهرة أصبر فترة ننضج خلي الناس تعرفك أتعب على نفسك أطور محتوى أستاذ حيدر البعض اللي يستخدم قضية يوصل للشهرة و للترند وهو دون محتوى دون ثقافة عامة على أي أساس أوصل للشهرة أنا أكون ما يمتلك مقومات ما يمتلك مقومات والأسف ما يمتلك مقومات للشهرة ولا يمتلك مقومات تقديم محتوى لذلك يذهب إلى المحتوى السيء حتى يروج النفسه لا يمتلك محتوى لا يمتلك محتوى لكن أنا أريد أن أسأل هذا السؤال يعني أنت أو أنت صاحب المحتوى السيء في يوم من الأيام سترتبط ستتزوج لو كنت أنت عازب في الفترة الحالية وأكثرهم أنا حسب أنه شباب بعتمه سترتبط يعني كيف ستكون قدوة لابنك لابنك لابنتك من ترى محتوى السيء في يوم من الأيام يطلع لا تخجد قدام ابنك قدام بنتك أنه أنت قدمت محتوى فضائحي ومحتوى محيب لا تعتقد بأن لصناع المحتوى السيء هناك للتاريخ لسان طويل سوف يسجل كل ما تقدمه نعم بعد فترة بعد فترة ستحاسب نعم وسيندم سيحاسب كل من يطرح محتوى السيء سيحاسب من أبناء من أبناء جيل من أبناء أخيه من أبناء عائلته حينما يكبر بالسن وينضج عمرا وسنا وتجربة سيعرف قيمة الندم قيمة الندم ماذا نحتاج اليوم للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي نحتاج طروحات جادة من كل الخائفين على البنية الاجتماعية طروحات إيجابية ونبذ للسلبية لا نشاهد محتوياتهم الموضوع لهذا قضية المشاهدات نحاول أنه نمنحهم هذا نروح نشاهد محتواهم ونمنحهم الوجود لأن إذا شاهدناهم نحن كثرنا نسبة المشاهدات إجاهم مال مقابل ذلك طبعا إجاهم حتى لو كان نقتهم اعتبروا نفسهم أنهم غيروا لا نريد أن نمنحهم هذا الشرف شرف المشاهدة طبعا ونحملهم ونبدأ بالطروحات الإيجابية هل نحتاج للرقابة الحقيقية من الجهات المعنية بالحد من قضية تصدير المحتوى السيء؟ هذا سلاح ذو حدين أستاذ أحمد وخصوصا في البلدان العربية بعض الأحيان يقول لك هذه تقييد حريات نكون واقعيين لن نجامل ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى رقابة اجتماعية رقابة اجتماعية وليس رقابة حكومية نحتاج دور المثقف العراق دور المثقف العربي بشكل عام دور المثقف العربي نحتاج إلى دور المدرسة نحتاج إلى توعية الأب والأم نحتاج إلى أنه قليلا يصفنون ونوينفسهم قليلا يصفنون ونوينفسهم ترجعون قليلا يسترجعون يقولون كيف كنا عايشين سابقين كيف كانوا أبهاتنا وامهاتنا كيف كانوا قليلا هذا نوعا ما أسميه قطرة من الخجل في محاسبة الذات إن شاء الله طبعا الأستاذ الإعلامي حيدر ناشي شكرا إليك ولكل هذه المعلومات القيمة والحديث الممتع حول مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة ما يشغل الشارع العربي والعالم بسبب ما يصدر من محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان محتوى إيجابي طبعا كنا نتفق وين المحتويات الإيجابية لكن نقف حقيقة حاجز ضد أي محتوى سيء يحاول تشويه صورة البلدان العربية أو عكس صورة مغايرة لثقافات وبلدان وحضارات كانت متجذرة وأصيلة ولديها ما لديها من بعض طويل من التاريخ شكرا إليك ونورتنا في برنامج بيت للكل شكرا جزيلا حبيبي أستاذ أحمد شكرا إليك تابعنا وشكرا جزيلا أنكم نورتنا شكرا إليك الله خليه